مارسي كولر المدير الفني ليه النادي الاهلي اتقال كلام خلال الساعات القليلة الماضية هقولك المعلومة او هقولك الاول الخبير اللي اتقاله بعد كده هقولك المعلومة اتقال ان مارسي كولر طلب التعاقد مع رمضان صبحي بمنطق انه الاهلي عايز اتعاقد مع لعبين قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية فقال لهم لو هتجيبوا لعين محلي هاتوا رمضان صبحي ده الكلام اللي اتنشر وتم تدوله كتير لساعات الاخيرة سألنا سألنا اجماعه بجد الاهلي عايز يجيب رمضان صبحي بلاش بلاش الاهلي كنادي هل فعلا مارسي كولر قال انا عايز رمضان صبحي لقينا نفي قد كده هو قد كده هو نفي 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 مفيش 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 كلام ده لم يعرض ولم يطلب كتير من ده مش بس كده ده مصدر في الجهاز الفني للنادي الاهلي قال لنا انه مارسي الكولر فاهم كويس اوي الحكاية بتاعت رمضان صبحي مش غيبة عنه يعني وتفاصيلها الجماهيرية والإدارية وكيف راحل عن النادي الاهلي وكل هذه الأمور ده من ناحية من ناحية تانية هو انتوا ليه بتتعاملوا مع البيرامدز انه بيوزع لعيبة انتوا شفتوها فين دي يعني اللي هو مثلا ايه النهاردة قال لك ايه الاهلي عايز يجيب رمضان صبحي مبارح الزمالك عايز يجيب رمضان صبحي اه مين قال ان البيرامدز اصلا هيسيبه ده البيرامدز لا لمح ولا قال ولا عنده مشكلة مع رمضان ولا فيه اي حاجة فجيبتوها منين ما طبيع حتى لو حد عايز يشتيره من الصبحي البيرامدز هيطلب رقم غالبا تعجيزي على كل الأندال اللي في مصر ده من ناحية من ناحية تانية ما البيرامدز الوقت بقى منافس فمش هيسيب واحد من اهم لعبيه لمنافسيه لا اهلي ولا زمالك ده حتى انا بقول لك انا قلت لك الاول المعلومة وده كلام المنطق مفيش اي حاجة مفيش اشتيره مناطس صوحي خالص عند النادي العليل مفيش خالص طب خد بقى الزيادة قال لك دي دي اللي حلوة ايه دي بقى دي لما شفتها دي كانت حاجة مضحكة بصراحة انا عاش الناس اللي بتخترع اخبار مش بيتقلف بتخترع يعني فيه لا مش ابداع كنتقول ابداع في الاختراعات لا ده مش ابداع ابدا من الفاش يبقى ابداع ده يقول لك ايه يقول لك مارسل كولر كمان طلب ناصر ماهر يا سيدي يا سيدي عالجمال وعالاختراعات ازاي يعني قول لانت ازاي قول لازاي راجل مرتبط بعد مع نادي الزمالك واكيد نادي الزمالك مش هيبيع لعب مهم عنده للنادي الاهلي المنافس بتاعه فجات منين الحاجات دي بتيجي منين يا جماعة بتجيبوها منين بتخترعوها ازاي وللأسف يعني ايه بتطرر نسأل ونشوف المصدر عشان بنقول ايه احنا كل حاجة في الدنيا دي ممكن تحصل فخلونا يمكن يمكن حصل حاجة ولا بتاع فيه مثلا صغرة فلا يعني بتشوف جي منينك يعني ايه يقولك ما فيش دخان من غير نار بس بصراحة لا ما كانش فيه نار ولا فيه دقان ولا فيه ايه حاجة مفيش كلام ده مش منطقي اصلا بس ببقى لازم نروح للمصدر عشان انفي لك نافي وقاطع عشان الاسف فيه ناس كمان بتمشي وراك كلام دوت وبتصدقه فدورنا ان احنا نوضح الامور دي دي حكاية مفيش ناصر مهر وقابلها مفيش رمضان صبح في الاهلي فيش الكلام ده تخيل كده مثلا زمالك خدي اهلي ناصر مهر او برامة خدي اهلي رمضان صبح دون المنافسين بتقول اهلي اصلا فمش منطقي اصلا ابيع لعيم مهم عندي للمنافس بتاع ده في العالم كله مش في مصر بس يعني دي حكاية